السلام عليكم شباب معكم علي وتاكو جيمر يوم جانالكم بمايكرافت سلسلة البلوكة الوحدة طبعا انا هاي السلسلة بخليها كل ثلاثة اربعة ايام حلقة واليوم معنا الحلقة الثانية المهم هايذا تطور اللي اتطورناه باول حلقة وطل ما كم شايفين سوينا الزرع وسوينا فرن وسوينا هاي السندي والاشياء هاي وطبعا الموارد اللي جمعناها هاي هي وهاي سندوق الثاني شاكوا شايفين وطلعنا بكم حبة ايرون ودهب وبتمنى انه بها الحلقة يطلع لنا دايموند فازلي ي يطلع بتمنى انه يطلع انه كتير طولت القصة هي ستواهي عنها هون المهم يا اخوان لا تدعمونا باللايك والشغل القناة لا تصوص الله عن النبي الله ما صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد ويلا مبلش نكسر ونحاول انوسع العالم ونحاول هيك انجز بهذه الحلقة لانه الحلقة يعني ما الاولى ما بين انه انجزنا كتير ما بدأنا من بلوكة واحدة اللي هي هاي وسعنا هذول ونشوف اليوم شو منسوي فيالله نبدأ التكسير ويا رب بسم الله طبعا التكسير هذا بحاول القصة بالمنتاج يعني ما يطلع اذا اقومني هاول شي مميز بتلاولي هاولو متلاولي اوووه طلع东 بتلاولي مثالك اووهو Hopefully I mean I'm Like a love you ايالله عذو انت بالسناديس بزبطهم بعدين بإذن الله. اي اكل لحوم عطيني اياها هون يا مدير. آآ لازمني كثير اكل. ما بعرفهم مع صفة لحوم بظل. عندك هون في لحوم. هاي كلها مشان هلا نساويها بالفرن. اي اكل نحطه بهذا الصندوق يا اخوان. اوكي ما في شي اكل كمان. ما في هون كمان. اوكي. اي اكل نحطهم. بس هنحطوا الاكل مستوي. ما هنحطوا اكل هكذا اني. عشان هيك فحم موجود. هلا نشوي اللحم هذا. عبا ما ينشوي فاكيد راح نسوي. اوه شكل القمح صار جاهز هون. لا ما جهز يا اخي ليش الغباء هذا. اوه طلعنا دهب. الدهب لازم يتكسر بهذا الاكس. اوكي. شكل ادي صنع اكسات دهب. بس يلا جمع عدد كمية اكبر من الدهب. وان شاء الله يطلع لي ايرون. متمنى ان يطلع لي ايرون. لا مو ايرون هدك شو اسمه? دايمونت. شو هي الاشياء بيطلع لي عظم وحبت ايرون. وحب ما بعرفها. شو فايدة هي الطاقة اللي يعرف اكتب لي بالكومنتر شو استفاد منها هاي? العظم بعرف شو استفاد منه. بس هاي الطاقة ما بعرف. اوكي اخوان وسعت العالم شوي صار الليل. والمزرعة هيك ساويتها بشكل اضبط. هلا برجع بعدل اشياء كمان. اه كمان هلا شوف شو يسوي. خليني مسلا نحط اشياء حوالينا عشان تكون شكلها رهيب للمزرعة. طبعا بدنا خشب. لازم نحول الخشب اول شي. اوكي اخوان هذا اللي سويته عشان نزبط حوالينا المزرعة. او عف هيطلع شكلها حلو وبايق. ها شوفو نعمل هيك مثلا. ايوها. هيك هيك. لا كسر كسر. اوه طلع لي اشياء هاي طاعة العظم. لاتس جو مفيدة هاي للزرع. ممتاز جدا. بس اللي عندي الدنيا معباية. مش ككمية الاشياء هم تطلع والله كثيرة صح. سأل هون اي اكل اننا نحطه هون. سوى مستوي ولا ممستوي. حطوا لي الاكل هون يا مدير. الشجر هادا ما بعرف ما هتبرون الاكل بس حطه حاليا. عندك هون عندك هاي تفاح. هاي شكل الارانب ما بعرف. المهم هذا الاكل وهذا السندول للعناصر النادرة مثل الدهب. وعنكون هذا كمان. المهم. خلينا نشوف شو بيطلع لنا اشياء. مهم. شايفين طلعنا هاي. تحت الزرع جدا مفيدة اللي هستخدمها عشان طلع قمح. وطلع عظم. العظم اكيد نستخدمه. نستخرج منه هذا. وسيل عنا كمية منيحة منه. طبعا نستخدمها بالزرع مشان ندبل زرعتنا. ايوة. تلاكوا شايفين ديم. هلا بنقدر نكمل الزرع. ايجي تطلع نستعشر حبة قمح. لاتس جو. ايوة 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 الزرع يا مدير. وهيك كملة المزرعة عنا. ممتاز جدا. صار عنا حبات قمح. الحبات القمح اكيد بنحولهم لخبز. نجي بنعمل هيك هيك ممكن. والله ما نسيت شلون. لا مو كده. شلون كانت ايوة ايوة كده. ممتاز. طلع لنا ثلاث حبات حقا. ممتازين ثلاث حبات. فاطل يا الخبز هون يا مدير. هي صار عنا خمس حبات خبز. شانا ما نجوع. خلينا ااكل واحدة بس. طلع لي عداد بيه اللي استنى. بهذا الوقت لعبي اللي استنى فيه. طبعا حطور شوي الاماكن واوسع من المكان. لانه المكان يعني جدا ضيق يعتبر. لسه لسه بده توسيع كثير ابني بيت ويتقصة عنا. اكيد كله ما هيصير بحلقة واحدة. هون بحجر. هخليه هون مكان البيت. فعموسع من مكان كويس ليكون ليكون بيت يعني. صبعا هون هي القرنة ما هقرب عليها. السبب لو ما يطلع لي وحوش مش هنكبوه من التحت. فالتوسيع هيكون هيك وهيك وهيك. وقدر يوسع مثلا من هون. يعني بس يعني ما بيعرفي صراحة شون يوسع. الشغلة صعبة بينتها. او دايمونت. تقول لي دايمونت يا اخوان. لحظة 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 لحظة. ديوسع مكان لشان اخد الدايمونت. خد 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 خدوه. خلي هي الاشياء عنكم. هلا ادي اخد الدايمونت انا. زمان ما طلعنا دايمونت يا اخوان ول 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 يا الصدمة. امتلى هذا الصندوق وليه عن مساحة الاشياء اللي هي بتطلع لي. ايوا شوفوا هاي حبة يا اخوان. طبعا الاشياء النادرة مثل الدايموند تنحط بسندوق الاشياء النادرة. ما اطلع لي غير حب الدايموند. فلسا الهدف طويل. يلا ندرع نكمل التكسير واتمنى اطلع لنا حبة ثانية. شكله حصلنا اكس ذهب يا اخوان. بس محتاج حول الدهب اول شيء. اخوان عندي دجاج استواس. واش كاي سيبه سيبه ولا. اركب اللي هذا السيف الخشب ماله داعي حاليا. حول لي هذول لدهب يا مدير. طبعا عندي يون دهب جاهز فحصنع في اه شو اسمه اه كم اكس دهب. طبعا محتاج اكيد ال اكس هذا. هاي 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 هاي. استحيل تسممت. لا يا اخوان كم موت. لا. اوعى تموت على اللاوي. لا اطحنا يا اخوان. لله مشكلة هاي. ان شاء الله ما موت. ايوه لا تموت على اللاوي. ايوه. راح تساط عشر قلب مرة واحدة. كل كل. طبعا هو بياخد شكله من اللحم او الاكل اللي باكله. طبعا بعد هاتات ثلاث حبات العيش نحتاجهم. عاد العشب ما باعف شفيت امه. دايم يا اخوان كسرت السندي مشان نرتبها بعد ما وسعت المكان شوي. شوفوا شلون وطل. شوفوا حبة الدايموند. لو هم اه عم رتبهم على ايك السندي احسن شيكون الشكل للصراحة. طلعت طلعت تاني صندوق في اكل جاهز يا اخوان. فشكلنا هو اللي حنخليه. للاكل. هذا الصندوق مسلا اي شيء زراعي اكل اه خضرة اي شيء. ونخليه. تمام. لاتس جو. كما شايفين شجر. رسا ويل شوف في اشياء. كمية الاشياء اللي بالارض بدي ساعة توزيع هلا. واش هذا اي اي اي. اي مش فطلي هذا. اي اي مش فطني معه. حبة الدايموند طبعا نحطها هون يا اخوان احبا. بس دقيقة كان في حبة دايموند هون ضاعت. لا ازضلت هون شوي ما اختها بتروح. ليش? اشتركوا في القناة مزعجين يلا متابعة التكسير اخر مرحلة بالتكسير هاي اول ما اخلص منها ارحب بسع العالم شوي انهي المقطع حاجة بقى صليكتا من ساعة عم صور وانتو في الغالب ما هتشوفوا المقطع اطول من ربع ساعة 15 دقيقة 15-20 دقيقة ما بشوفوا اكتبناك مستحيل بقى التصوير كيكون ساعتين انتم متخيلين يا شباب صور ساعتين هذا الكسر لحد ما يتكسر الاكس هذا في اشياء مفيدة شو الاشياء اللي عم يطلع لي السنديق ما لها داعي صراحة ايوه يلا يا عمي والله صراحة شي مزعج ما عم يطلع شي مفيد عم يطلع لي اشياء الضرني بس شو طلعتوا لي سلاحة في النين جالة روحوا روحوا وابلع طيب يا اخوان كسر الاكس كما كم شايفين كسروا لي اغلبية الاشياء دور الحقراء طيب هلا انا قبل ما انهي المقطع اي شي مسلا بده هيك هتحول لمادة معينة للذهب والاشياء والا وهذا شي اسمه الايرون للذهب دايموند دايموند جاهز جاينا جاهز ممتاز سأل عنا كسران دهب جيبه وحطه بالفرن يا مدير خليهم يستوه تحولوا لذهب عنا طيب وعبير ما ينتهي هذا الشيء اه بدي اسل العالم شوي اول ابني البيت هذا المقطع الله البيت بنيدي اخذ وقت شكل حي خليه بالمقطع القادم اه ما بعرف ما عندي بلوكات كثير تعتطين دي شيك كم بلوكة عندي هيا مكان لبلوكات عندي مساء شكلو ممتاز لاذن له قليل راح موت يا اخوان لبلي لبلي وليل راح موت لماذا هذا هو قبري راح لبلي يا اخوان راح لبل اعطت العراض المشكلة حكيت حابي ب catastrophي الصراحة بس ما ابعرفك لكل شوي عم طيح لما بس العالم خطansen خطورة توسيل العالم جدا كبيرة والله هيك وسعنا شوي العالم يا اخوان والله ما بعرف اذا شديد سا بدي يوسع اكتر من هيك. بس اني يعني اطورنا شوي طلعنا طلعنا مواد نادرة اه وسعت العالم اكتر واكتر من بداية المقطع. طلما شفتو يعني لسا بقدر وسعوا اكتر. ما بحفظ اذا بتحبوني العب خلف الكواليس وطوروا اشياء وريكم ياها. ولا ما بتحبوا هاي الاشياء. وتحبوها اللولي تحت بالكومنتاز. ما بتحبوها. ما انا اللولي تحت بالكومنتاز. وحط هاي اللي بلقي هون. وطلقوا شايفين صار عنا سندي جدا كثيرة. ما بعرف الصراحة اي مشكلة. اه من احد المشاكل اللي حتواجهني بتجميع الموارد بسبب انه في كتير اشياء تطلع مع داعي وما بعرف كثير اشياء فايدتها. اشياء اللي بعرف فايدتها قليلة بس اللي ما بعرف فايدته كثير. فأنتوا قلونا تحت بالكومنتاز. واغلبية طبعا نحط الدهب مع داع صار عندي اربطعشر حبة الدهب. صار عندي الدهب اكتر من الايرون فهذا الشي خرافي الصراحة. سوي لي الايرون اللي الاك هام ادير. عندي هون سبع حبات. وحط اللي ايهون. لاتس جو. ايد عشر حبة عنا اللي هيستو. ازاي تأكد زي هون في ايرون ولا لا. في هذه البلوكات لا شكلها ما فيه. نضبط هاي الحطة هاي هيك هون شان لما يجي الليل يكون في ضوء. وبس هيك يا اخوان هذا التطور يتطور طبعا الحلقة. شفتونا كيف كان الشكل بداية الحلقة وشوفوها لا كيف. وان شاء الله يعني حلقة لحلقة من منتطور اكتر واكتر وان شاء الله يعني منخلي الشكل خرافي في نهاية السلسلة. صراحة ما بعرف كم حلقة ممكن تكون السلسلة لانه يعني ممكن تده تسويها حلقتين ثلاثة ممكن تسويها ميت حلقة. حسب المتابعين. يعني المتابعين هن اللي بدهم سوي. ينكمل ومنكمل. فهمتوا عليه كيف? هاي السلسلة واعتمادها كاملة عليكم. فنشوف تفاعلكم باذن الله على سلسلة ماينكرافت. المهم سطل لنهاية المقطع. لسا دعمنا باللايك. والاشتراك بخناة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع السلامة.